حضر العهل الأردني الملك عبدالله الثاني من الآثار الكارثية جراء الصراع الدائر في قطاع غزة وخلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بورل في عمانة أكد العهل الأردني ضرورة العمل بشكل مكتف لوقف الصراع في قطاع غزة وفاك الحصاري المفروض عليه والضغط لضمان إيصال الغداء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع من جانب أكد بورل ضرورة حماية المدنيين في غزة مشيرا إلى أهمية دور الأردن في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين